موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الثامنة بتوقيت تونس وتتابعون في أخبارنا الليلة هيئة اتحاد الشغل الإدارية تقرر إضربا عاما جديدا في الوظيفة العمومية والقطاع العام للعشرين والحادي والعشرين من فيغريا القادم مع بقائها في حالة عقد زيت الزيتون التونسي المعلب يحتل المرتبة الأولى في حجم الببيعات بكندا والمرهنة في القرى الأمريكية على زيت الزيتون البيولوجي وفق رئيس مدير عام ديوان الزيت موسيقى أنا يقف تدعو إلى التسريع في البت في قضايا الفساد المرفوعة ورئيس دائرة المحاسبات الأول يؤكد ضرورة المصادقة على مشروع القانون الأساسي لتصبح دائرة محكمة محاسبة أهلا بكم مشاهدين العزاء نستهل الأخبار الليلة بقرار هيئة الاتحاد العام التونسي للشغل الإدارية تنفيذ إضراب عام ثاني بيومين في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي العشرين والحادي والعشرين من فيفريا المقبل كما أعلنه أمين وعامل اتحاد نور الدين الطبوب اليوم في الحممة الهيئة تؤكدت في ختم اجتماعها بقاءها في حالة عقاد لمتابعة المستجدات أمام كل الوضع كذلك السياسي وتدعياته على الوضع الاجتماعي فإن الهيئة الإدارية الوطنية اتخذت قرار بإضراب عام في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية بيومين أيام الأربعة والخميس الموافق لعشرين فيفري وواحد وعشرين فيفري إضراب جديد بيومين قرار جاء إثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أمام فشل المفاوضات السابقة مع الحكومة فيما يتعلق بإيجاد حلول ملائمة في الزيادات في الأجور وبعد تقييم الإضراب العام الذي تم تنفيذه أمس الأول الغاية ما حاجتنا بالإضراب للإضراب وإنما حاجتنا أن نتوصل مع هذه الحكومة لإيجاد حلول لتنقيط المناخات الاجتماعية ما نطلب بالزيادة نعود أن أكدها بتعديل المقدر الشرائية للعاملين بالفكر والساعد في قطاع الوظيفة العمومية وكذلك في عدم تطبيق بنود محضر اتفاق عوان القطاع العام الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي أكد في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية أن الاتحاد يدافع اليوم عن السيادة الوطنية والخيارات الوطنية الكبرى التي تصون مناعة تونس وتؤسس لدولة مدنية ديمقراطية وفق تعبيره نحن ندافع للسيادة الوطنية وعلى استقرارية القرار الوطني وقيمتنا كشعب وكمجتمع هي قيمتنا من خلال السيادة الوطنية واستقرارية القرار الوطني وعن استقناف المفاوضات التي دعت إليها الحكومة أكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي التهري أكد أنه لا يمكن الحديث عن مؤشرات إيجابية بعودة المفاوضات مع الحكومة إلا إذا قدم الطرف المقابل مقترحات جديدة العودة المفاوضات ضرورية ومهمة ومن نجموش يقص عليها على أنها مؤشر إيجابي إلا عندما نجلس ونستمع إلى المقترحات جديدة من الحكومة ونجد أن الحكومة تفاعلت إيجابيا ويبقى قرار تنفيذ الإذراب من عدمه رهين ما ستأول إليه المفاوضات الأيام القادمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وقد أكد الأتحاد في بيان أصدره اليوم وهو يحتفل بذكرى تأسيس الثالثة والسبعين أكد مواصلة النضال بلا هوادة حتى ينال أعوان الوظيفة العمومية حقهم في زيادات تعوضهم عن تدهور مقدرتهم الشرائية كبقية القطاعات محيا منظوري لمساهمتهم في إنجاح إذرابي 22 نوفمبر 18 و2017 من جنفي 19 و2000 الاتحاد وضح ضرورة البحث عما وصفه خلاصا وطنيا من السياسات التي كرست ديكتاتورية المديونية وارتهان السيادة الوطنية للصندوق الأجنبية وخلقت اقتصادا هشا عقيما مؤكدا أنه لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره التاريخي والريادية عبر تقديم تصورات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي متكامل ومندمج وعادل وسيمضي في الدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة ما ينهض به من خدماته وعن استعادته دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية معلقا على الاضراب العام الذي عاشته الوظيفة العمومية والقطاع العام والامس صرح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشيان سير الاضراب في ظروف سلمية دليل على أن تونس بخير تصرح رئيس الحركة كان خلال ندوة اقليمية أولى خاصة بالمستشارات البلديات المنتخبات عن حركة النهضة نحن في عيد الثورة ويوم 17 ديسمبر لم يكن في اتجاه المعاكس عبر الشعب التونسي قطاع واسع من الشعب التونسي عبر عن آرائه ومواقفه بشكل سلمي يشرف تونس ويشرف الثورة ولكن تقارن بين خميس 78 وخميس 17 لتدرك أن تونس بخير شعب أعلنت جامعة النقل الوطنية في بيان لها اليوم تعليق إضراب وكلاء العبور ومستغلية المخازن وفضاءات التسريح الديوانية المقرر اليوم الاثنين الحادي والعشرين من جنفي بجميع الموانئ التجارية الجامعة الوطنية تابعة للالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ربطت تعليق الإضراب بإصدار مذكرة توضيحية من قبل الديوانة التونسية تشرح مضمون الفصل السابع والسبعين الوارد بقانون المالية لسنة 19 و2000 والذي أقر تحميل وكلاء العبور ومستغلية المخازن وفضاءات التسريح الديوانية المسئولية المشتركة مع حرفائهم عن كل ما يقع التصريح به بخصوص البضائع المخزنة مؤكدة أن الاتفاق تم على أن تقتصر مسئولية وكلاء العبور ومستغلية المخازن وفضاءات التسريح الديوانية على التصريح بالتسمية التجارية الخاصة بالبضائع المشحونة في حدود معاينتهم إياها بالعين المجردة والبيانات المنصوص عليها بالفواتير التجارية الخاصة بحرفائهم أفد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن قاضي التحقيق بالقطب اصدر ثلاثة بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من المحتفظ بهم والإبقاء على اثنين آخرين في حالة سراحة فيما يتعلق بالعملية الأمنية الاستباقية التي جدت مستهل شهر الجاري بسيدي بوزيدا والتي تم على إثرها الاحتفاظ بخمسة عناصر السليطي بينا اليوم أن الملف أحيل أمس على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن نيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم العزم المقترن بعمل تحضيري لقتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخصى ومحاولة قتل شخص وغيرها من الجرائم الإرهابية مؤكدا أن هذه العناصر قامت بتوزيع الأدوار فيما بينها ورصد أحد المقرات الأمنية بسيدي بوزيدا وكانت تخطط لاستهداف مقر مركز الأمن بحاجب العيون بالقيروان إضافة إلى محاولة استهداف أعوان أمن بوسطة رمانات يدوية معتبرا العملية الأمنية الاستباقية ناجحة باعتبار طبيعة المحجوز وإحباط عملية إرهابية كانت ستجد يوم الثامن من جانفي الجاري دعت هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد لبرهبي اليوم نيابة العمومية إلى الإسراع في البت في شكاية حركة النهضة إن كانت قد تقدمت بها ضد الهيئة على خلفية كشف الجهاز السرية تابع لها أو على خلفية اتهام أعضاء من هيئة الدفاع بالثلب وذلك خلال لقاء إخباري حول مستجدات قضية الجهاز السرية وقضيتين اغتيال بالعيد والبرهبي نظمته بمدينة باجا هيئة الدفاع أكدت خلال اللقاء الذي نظمته بالاشتراك مع مؤسسة محمد لبرهبي أن من أهم ما تم التواصل إليه حتى الآن في القضية توجهه تهمة القتل العمد واثنتين وعشرين تهمة أخرى لمصطفى خذر المتهم بقيادة الجهاز السرية إضافة إلى فتح بحث تحقيقي جديد على معنى الفصل الثامن والعشرين من المجلة الجزائية لا على معنى الفصل الحادي والثلاثين من هذه المجلة ما يعني فتح بحث ضد ستة وعشرين شخص وليس البحث ضد مشهول وفق ما أعلنت عنه الهيئة إلى جديد الخبر الاقتصادي شهران فقط على انطلاق موسم التصدير روجت تونس خلال نوفمبر وديسمبر من السنة الفارطة ما قيمته 292 مليون دينار من زيت الزيتون عبر 55 بلد تحتل بينها دول الاتحاد الأوروبي موقع الصدارة كما صرح به مدير عام ديوان الزيت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صدر تونس منذ انطلاق موسم التصدير في غرة نوفمبر وإلى موفى ديسمبر من العام الفارط 33.357 طن من زيت الزيتون بقيمة 292 مليون دينار وتتوزع على 308 أطنان زيت معلب وحوالي 30.349 طن زيت سائب وتتعلق 67% من الصادرات بزيت الزيتون البكر الممتاز وقد استأثر الاتحاد الأوروبي بنسبة 77% من صادرات زيت الزيتون بمعدل يتراوح بين 12 و 15 ألف طن وتم إعطاء الأولوية في هذه الحصة إلى زيت الزيتون المعلب والزيت البيولوجي للتحقيق قيمة مضافة ويباع زيت الزيتون التونسي في حوالي 55 دولة عبر العالم بشكل قار ومتواصل وخلال شهرين من انطلاق موسم التصدير تم ترويج 45 طن بسويسرا و39 طن بالدنمارك و14 طن بأوكرانيا وقد أصبح زيت الزيتون التونسي المعلب يحتل المرتبة الأولى في حجم المبيعات في كندا متقدما على المنتوج الإسباني والإيطالي من المنتظر أن تصدر تونس حوالي 170 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة تتراوح بين 1.6 و 1.8 مليار دينار وقد ظهرت الأرقام والإحصاءات تطور انتاج زيت الزيتون البيولوجي بولاية مدنينة إن كم من أم كيفا بفضل طرق انتاج والية عمل تثمن هذا المنتج المتميز وتؤهله لاكتساح الأسواق المحلية والدولية أكثر فأكثر في معتمدية جرجيس جهد مثابر مستمر منذ سنوات من قبل عدد من أصحاب المعصر لإنتاج زيت بيولوجي ذي جودة عالية قادر على المنافسة والترويج في الأسواق الخارجية مشروع معصر عصرية بيولوجية انتجهنا نحو الملوية الهذاية الجديد لتثمين أكثر المنتوج المحلي لكل الجهة تقريبا انتاجها بيولوجي تنقص المصدقات اللي نحثوا عليها الفلاحين المحليين لاتجاه نحو المصدقات والسيرتيفكاسيون بشي ثمنوا أكثر من تنتاجه أرضية ملائمة لإنتاج هذا النوع من الزيوت بفضل الإنتاج البيولوجي الخالي من أية أسمد كيمياؤية في أغلب غابات الزيتين في معتمدية جرجيس بالإضافة إلى طريقة العصر التي تراعي خصوصيات هذا الإنتاج المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنين من جهتها تؤكد اتساع مساحات غراسات أجار الزيتون البيولوجية إلى جانب ما تبذله من إرشاد وتوجية للفلاحين وقابليتهم للانخراط في هذه المنظومة أشعرنا تقريبا ثلاثة أكتار بيولوجي انخرطت فيه أثناش هيكل مهني وعشرات الفلاحين كذلك من الإنتاج البيولوجي حاولنا نرافق الفلاحة والبعثين وطورنا التحويل زيتين البيولوجية في معتمدية جرجيس وفي مختلف ربوع مناطق ولاية مدنين إنتاج رفيع من الزيوت بحسب المختصين يتطلب أليات داعمة لترويجه وتصديره في الأسواق الخارجية لأن الفلاحين وأصحاب المعاصر برأيهم عاجزين على القيام بذلك بمفردهم لأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية رجال القانون والدولة وحسب ركزت منظمة أن يقذ فضاء النزاهة بمدينة الثقافة بالعاصمة في تظهورة موجهة وفق منظميها لعموم التونسيين بأعمارهم المختلفة تتضمن ورشات وانشطة ثقافية تنظر في هذه الآفة وتتحدث عنها التسريع في البت في قضايا الفساد المرفوعة للتأكيد على أن الحرب على الفساد هي حرب حقيقية هو ما طلب به رئيس منظمة أن يقذ خلال افتتاح تظاهرة فضاء النزاهة تقريبا فتنا مئة قضية رفعتها المنظمة تقريبا خمسمائة قضية طلقاتها ما قلت قضية خمسمائة بلاغ طلقات المنظمة إذا نرى هذه الأرقام ما نعتبرها مكبار قديش من رقم رفحت المنظمة ومزلنا بعد برشة ربعنا فقط 15 قضية ومعظمهم في مجال النفاذ المعلومة أتفهم أن قضايا الفساد هي قضايا متشعبة أتفهم أن قضايا الفساد تأخذ حي الزمن كبير للبت فيها ولكن اليوم خلينا نسأل السيد القضاة وقضايانا معنا في 2015 و2016 وين وصلوا في 2014 وين وصلوا افتتاح تظاهرة فضاء النزاهة خصيصا لاستعراض واقع مكافحة الفساد منذ 11 و2000 وقد أكد خلاله محمد العيدي عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن مصر مكافحة الفساد يشهد عديد الصعوبات رغم توفور العديد من الآليات القانونية هناك الإرادة السياسية التي تتوفر نوعا ما ولكنها تغيب في بعض الأحيان وهذا ضروري لمن يجد مكافحة الفساد هناك القضاء التونسي يجب أن يلعب دور الناجع والفعال في إصدار الأحكام القضائية في الأسرع الأوقات في الملفات الحارقة التي ينتظرها المجتمع التونسي في العديد من الملفات ذات العلاقة بشخصيات الرجال الأعمال شخصيات سياسية شخصيات أعلامية نافذة متورطة في الملفلة الفساد تظاهرة فضاء النزهة تمتد فعاليتها على مدى يومين وتتضمن ورشة حول الفساد في بعض القطاعات وأنشطة ثقافية متنوعة يشارك فيها عدد من الفنانين وقد أكد رئيس دائرة المحاسبات الأول ضرورة تسريع مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي الذي يضبط صلاحية دائرة المحاسبات وتنظيمها ويكفل تحولها إلى محكمة محاسبات تزامنا مع تداول مضمين التقارير التي أصدرتها الدائرة وتصديرها وأهميتها في كشف إخلالات التصرف في المال العام من المجال الصحي إلى المجال الصناعي في الفلاحي والتربوي تروحت المحاور التي تم التطرق إليها في التقرير الواحد وثلاثين لدائرة المحاسبات محاور لم تكن السبب الوحيد وراء ما شهده التقرير من ذجة إعلامية صاحبت صدره وفق الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يمكن الظرف اللي تمر به المعنى البلاد يمكن أن تمر صعب ندرة الموارد المالية العمومية وإحنا ظهرنا في التقرير هذه حسن التصرف ما زالنا ما صلنا لش في عدة مجالات حسن التصرف معناها وحوكمة التصرف المعام ما زالت عديد المجالات تتعلق منها بالقطاع العام ما زالت تستوجب تفعيل وبذل المذجودات أكثر من كل القائمين على إدارة هذا المال العام لأحكام التصرفيه نقص الإجراءات الوقائية والتصحيحية وعدم توفر الإمكانيات البشرية أثر وفق الرئيس الأول لدائرة المحاسبات على فعالية الإجراءات المتخذة لتفادي الإخلالات نقائص لم تمنع من ارتفاع نسق المحاسبة والمتابعة في السنوات الأخيرة في السنوات الثانية والسنوات لتلاتة خمسة وثمانين أربعين في المئة من القضايا التي تنشرت وترفعت أمام درجة المالي كان معناها أشكونا التي ارفعها كان ارفعها الرئيس الأول ودائرة المعاصبات أنا ذلك ولكن كنا نرى نقول نحن نسق إحالة الموظفين كان عتفا كيف كيف معنا نقول نحن القضايا التي هي فاها فساد مالي والتي هي فاها أخطاء مالية وترتقي إلى أخطاء جزائية كيف كيف نسقها ارتفع الملفات التي اتحدثت من الرئيس الأول في 2014 عددها مش يسر وليس عددها مش يسر لأن كل الأفعال التي ترتقي إلى أخطاء تصرف وزراء الإشراف أحالوا قاوموا بجيبهم وأحالوا الملفات أمام دائر الزجر مالي مثلا لنا حوالي 600 ملف حاليا معروضين أمام دائر الزجر مالي تقارير دائرات المحاسبات ومحتوته من ملاحظات تفاعلت معها عديد الوزارات والهياكل العمومية على غرار المجالس الجهوية مهمة تتعلق بالحضائر وتفعلوا إيجابيا وفعلا تم تنقية سجلات في 2015-2014 تم تنقية سجلات اللي يخدم في الحضائر وفما وقفنا على عدد كبير من اللي قاعدين ينتفعوا بالمنحة على حضائر وقت ليهما مهمش موجودين ومهمش قاعدين يباشروا وأرقامهم حتى الهوية متحم مغلوطة استغلال ومتابعة تقارير دائرة المحاسبات على أهميته يبقى وفق المتابعين للشأن العام غير كافي في ظلغية بنص تشريعي يكفل تحول الدائرة إلى محكمة محاسبات قادرة على المتابعة اللاحقة للتدقيق نص سيكون وفق البعض أداة جديدة لمكافحة الفساد في مجال التصرف في المال العام طب الأسنان اليومي بين تحدي النجاح والابتكار عنوان المؤتمر الدولي الثاني الخاص بطب الأسنان بالمنستير الذي حضره 300 طبيب أسنان من جنسيات مختلفة للإطلاع على أحدث ابتكارات قطاع طب الأسنان ومستجدته طب الأسنان اليومي بين تحدي النجاح والابتكار عنوان اخترته الليدادية الوطنية للداخليين والمقيمين في طب الأسنان لمؤتمرها الدولي الثاني تونس تواكب في التطوارات واخير التطوارات الموجودة في قطاع طب الأسنان على المستوى الدولي وهذا ما يترجم للمؤتمر الثاني الودادية الوطنية الداخلية المقيمة في الطب الأسنان بمشاركة أكثر من ستة دول ستة دول بين دول العربية ودول أوروبية هذا خير دليل على كوننا في المسار المواكبة لأخذ التطورات الموجودة في القطاع محور الابتكار اليوم أنه هو محور فرض نفسه علينا لأنه نشوفه اليوم السرعة الابتكارات في ميدان طب الأسنان سرعة كبيرة ومهولة يعني أنه نحن اليوم في تونس وفي العالم لكل جميع الطبياء الأسنان مطالبين أنه نخلطوا على الركب متع التطور ثلاثمائة طبيب أسنان من جنسيات مختلفة شاركوا خبراتهم وتجاربهم خلال هذا المؤتمر الذي يسعى إلى تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في هذا الاختصاص التقنية هذه تخاصة بالزول تخاصان هي طريقة جديدة التي نستعملها عند الأطفال تقويم الفاك الأسنان تطور يلعا بسير بمجال طب الأسنان تطور كتير سريع فعلينا جميعا بكل البلدان نتابع ونواكب هذا التطور تنكون على أطلع على كل شي جديد على كل شي حديث بيهمه بيكون فعال لمصلحة المريض هدف هذه المؤتمرات تعطي فكرة للطلاب والأطباء الأسنان عن آخر التطورات وكيف الواحد يستعمل الطرق الحديثة في الحشوات التجميلية عشان نحصل على نتيجة جميلة وعلى همش المؤتمر قدمت أحدى طبيبات الأسنان المشاركات معرضا فنيا مستوحى من عالم الأسنان حاولت نجمع ما بين زوز حاجاتي نحبهم طب الأسنان والفن تبلوية الكل يحكيوا على برش حاجات من طب الأسنان برش حتى طب الأسنان معرضها فيه جانب فني وفيه جانب جمالي فحابت نربط ما بين الزوز وبرش أطبي أسنان عجبوهم خدمتي طب الأسنان لم يعد يقتصر على المعالجة بل أصبح ينشد الكمال من خلال أهم ما توصلت إليه البحوث من أجل رسم ابتسامة أجمل تحت شعار بقيادة نسوية نبني التجارب المحلية نظم مكتب الحكم المحلية أتابع لحركة النهضة ندوة إقليمية أولى خاصة بالمستشارات البلدية القرب من المستشارات البلدية للحركة والتعزيز أعلان تونسك عاصمة المرأة العربية وبعث رسالة مفادها أن حزب حركة النهضة وحزب المرأة بامتياز أهدافون يريد القائمون على مكتب الحكم المحلي للحركة تحقيقها من خلال عقد الندوة الإقليمية الأولى للمستشارات البلدية حزب المرأة بامتياز واللي هو عملياً وبلغة رياضية أكثر حزب يصدر في المشهد نساء ويمكن سياسياً للمرأة بشكل واضح لأنه أكبر حزب عنده كتلة بلدية نسائية والحزب اللي عنده أكبر كتلة نسائية في البرلمان وبالتالي نعتقد أنه هذا من نجم كان يعزل صورة الحزب كحزب حداثي عصري منفتح إلى جانب ذلك يهدف القائمون على الندوة الإقليمية للمستشارات البلديات معرفة الصعوبات التي تعترض المستشارات البلديات للحركة والعمل على تأثيرهن في هكذا خصوص هناك برنامج في التكوين اليوم الندوة هذية سترافقها ورشيد في التكوين لتمكين المرأة خاصة في مجال التواصل والعمل والتفاوض والإنجاز والفعل فما برامج كبيرة وكبيرة جدا للتكوين والمكتب الحكم المحلي قام بعديد يعني الورشية التكوينية في كامل أقاليم البلاد زيادة على ذلك فأن المشرفين على المكتب الحكم المحلي للحركة يؤكدون على وجود برامج كبرى لتكوين المستشارات البلديات للحركة بغية تحسين أدائهن في إدارة الشأن العامة في جديد الشأن العربي والعالمي نبدأ من العاصمة اللبنانية بيروت التي تحتضن بداية من الغد أشغل القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة وسط اعتذارات غالبية القادة العرب عن الحضور بسبب الانقسامات السياسية خاصة حول عودة سوريا إلى البيت العربي قمة لبنان التي يمثل فيها وزير الشؤون الخارجي أخميس جهناوي رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي تسبق القمة العربية التي ستدور مجريتها بتونس في الحادي والثلاثين من مارس القادم تطرح تونس في هذه القمة التي يعج جدول أعمالها بعنوين كبيرة وكثيرة مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية ومن أبرز الملفات السبعة والعشرين المطروحة على قمة بيروت إطلاق إطار استراتيجي للقضاعة للفقر متعدد الأبعاد على امتداد العشرية 2020-2030 والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى وسوق عربية مشتركة للكهرباء فضلا عن تطوير قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تعرض على طويلة القادة العرب مسائل تتعلق بالأمن الغذائي ودفع العمل العربي في القطاعين السياحي والثقافي والاقتصاد الرقمي والتمويل للاستثمارات العربية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري العربي الضعيف الذي يمثل 12% فقط كما ستبحث القمة أيضا الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول المستضيفة لها والتحديات التي تواجهها بكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ودعم الدول المتعرضة للنزاعات على أراضيها قمة بيروت حملت شعار الازدهار من عوامل السلام من المفارقات أنها تلتأم وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور ضعيف للقادة العرب قمة تزامن الإعداد لها مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة كان يفترض أن يغلب عليها طابع الإنمائي لشعوب ترزح تحت طائلة الفقر والمجونية والبطالة لكن التقت عوامل الإنقسامات في الصف العربي والإفتراب الداخلي اللبناني لتجعل من خلافات السياسة الحاضرة بامتياز في قمة على أوراقها كثير من الحذرة للتخطيط للتنمية والقليل منه للتجسيد في حال رفض الاستفتاء على مشروع دستور ليبي دائم فإن العمل بقرار مجلس النواب رقم خمسة لسنة أربع عشرة وألفين القاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي يصبح الخيار الأنسب للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعصف بها هذا ما صرح به المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق في وقت تحدث فيه المبعوث الأممي إلى ليبي غسن سلامة عن مؤتمر وطني سيعقد قريبا تشارك فيه أطراف النزاع المعنية بتحقيق السلام في البلاد جميعها متوقعا فتح مكتب الأمم المتحدة بابنغازي شرق البلاد قبل نهاية الشهر الحالي بعد نحو عام ونصف عام من انتقاله إلى ما يسميه كثيرون بحقل الأشواك الليبية وبعد يومين من تلميحه بأنه الإطفائي المرهق يظهر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسن سلامة أمام مندوبي مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ليقدم تقريره حول آخر المستشدات في ليبيا المبعوث الأممي حذر في هذا السياق من خطورة الانقسامات الجديدة التي تظهر كل يوم على الساحة الليبية وما يرافقها من تمدد للعنف والإرهاب خاصة في منطقة الجنوب وفي العاصمة ترابلوس التي تشهد تدهورا أمنيا وشدد غسن سلام على ضرورة التعجيل بالدعوة إلى مؤتمر وطني في ليبيا ينهي المرحلة الانتقالية ويمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية وقد يتضمن تنظيم استفتاء على مشروع الدستور خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا وترتباته من أجل إخراج البلاد من دوامة العنف التي تعصف به تتنافر مع الواقع الميداني الذي تعلو فيه أصوات المدافع والرشاشات لجماعات مسلحة لا تتردد في وضع حياة الملاهين من المواطنين تحت رحمة رصاص عشوائي يطال الآمنين في كل مكان ومعه تتواصل ملاحقة الجيش الليبي لعناصر هذه التنظيمات الإرهابية التي تحاول التوسع في الجنوب الليبي وفي هذا السياق أكد متحدث عسكري أن قوات شرق ليبيا قذت على المكنة بأبي طلح الليبي القيادية البارس في تنظيم ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامية إلى جانب اثنين من المتشددين قرب مدينة سبهة بعد أيام من شن عملية في الجنوب لتأمين منشآت النفط والغز رغم مواصلته دارة الحوار مع رؤساء البلديات جنوب غرب البلاد خاصة تحركت اليوم في نهاية أسبوع هي العاشرة على التوالي تحركت احتجاجاته حركة السطرات الصفراء بفرنسا ضد الرئيس منويل ماكرون وسياساته الاجتماعية واستجرات أمنية عالية التشديدة رؤساء البلديات الفرنسية طالبوا ماكرون بخطوات عملية محذرين إياه من أن الكلام غير كاف لامتصاص حنق المحتجين في أخبار الرياضة تلقى المنتخب الوطني لكرة اليد هزيمة استقرت على 35 هدف لـ 23 مما منتخب السويد في المستهل لمباراة الدورة الرئيسية من بطولة العالم المقامة بألمانيا والدنمارك السواعد الوطنية ستلتقي عشية غد منتخب المجر بداية من الساعة السادسة على أن تختم مقابلاتها بهذا الدور يوم الأربعاء حين تواجه المنتخب المصري تبع هلال الشاب تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الرابط المحترف الثانية لكرة القدم ورفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة المجموعة الثانية بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيها عقب فوزه على مضيفه نادي جبنيانا بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة عشرة التي شهدت تعادل الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة مع الملعب السفاقسي بهدف لمثله وضمن المجموعة الأولى حسم التعادل بهدف من الجهتين مباراة جمعية جربا والأولى في الباجي وفي منافسات البطولة الوطنية لكرة السلة تغلب الاتحاد المنستير بقاعة محمد مزالي على جاره النجم رياض الساحل بـ 68 نقطة لـ 54 محرزا انتصاره الثاني في مرحلة التتويج فيما انقاد النجم لهزيمته الثانية على التوالي بعد خوض جولتين من هذه المرحلة نهاية الموعد الإخبار ومشاهدنا الكرام إليكم فيما يلي تذكيرا بالعنوين حيئة اتحاد الشغل الإدارية تقرر يضربا عاما جديدا في الوظيفة العمومية والقطاع العام للعشرين والحادي والعشرين من فبريق القادم مع بقائها في حالة عقد زيت الزيتون تونسي المعلب يحتل المرتبة الأولى في حجم المبيعات بكندا والمرهنة في القارة الأمريكية على زيت الزيتون البيولوجي وفق رئيس مدير عام ديوان الزيت أنا يقظ تدعو إلى تسريع في البت في قضايا الفساد المرفوعة ورئيس دائرة المحاسبات الأول يؤكد ضرورة المصادقة على مشروع القانون الأساسية لتصبح الدائرة محكمة محاسبة وحتى تتابعوا دوما مستجد أخبارنا بوابة التلفز التونسية على ذمتكم مشاهدين أينما كنتم سهرة طيبة